يقول ابن القيم رحمه الله لا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له ليش صرنا أضعف أكثر عرضة للكسر؟ هذا السؤال يطرح علينا الدكتور إسماعيل عرفة في كتابه الهشاشة النفسية صرنا ننكسر مع أبسط موقف يصير معنا مع أول فشل وأول خسارة وأول رفض وأول تعليق سلبي وأول نقد وأول مسحة عننا إنه هل يضحكوا معايا أو عليا؟ صاروا الشباب اليوم يضخموا أي مشكلة لدرجة تصويرها ككارثة وجودية في عملية تسمى في علم النفس بالبين كتاستروفايزنغ تضخيم وتكريث الألم أي شي صار يحصل معنا بات اليوم أكبر مما نقدر نتحمله فنحس بالعجز والانهيار ومعد نتحمل أسوأ وأعظم مشاكلنا اللي نتشك مناه كل يوم هي أتخاصمت مع صديقتي وأحس الآن بأن حياتي تنهار وأن قلبي محطم وأن كل شي بلا معنا وما عاد للحياة أي طعم أو حصلت على درجة ضعيفة في الامتحان أو هزأني أستاذي بسبب درجاتي وضعف أدائي وحاس الآن أنه نفسيتي مدمرة مع أبسط موقف صارت الدنيا تظلم في وجهنا ونحس أنه ما عاد قادرين نعيش أكثر وأنه نتمنى تنتهي هذه الحياة كفاية عذاب ممكن تكون هذه أحاسيسك الآن ويمكن كنت حاس كذا قبل فترة بسيطة ولو راجعت الموقف رح تكتشف أنه كان مجرد أمر بسيط وتعفع لكنك كبرته بزياده الكثير من هذه الشكاوة تمثل حالتي أنا فترات مختلفة من حياتي والسؤال اللي يطرح نفسه هو ليش كنت أكرث آلامي لهذه الدرجة ليش كنت أكرث أي نظرة وأي كلمة وأي موقف وأخلي يتحكم في حياتي ليش نتصور بعض المواقف كأنها النهاية رغم أنها مواقف سطحية وتافهة ما يتعلق الموضوع بس بسن المراهقة فالعشرينيات الآن باتت هي سن المراهقة الجديد زحف الحد للعشرينيات في عالمنا اليوم تطول فترة المراهقة وتمتد إلى منتصف العشرينيات في غالب الأحيان أي في الخامسة والعشرين ولازلنا مراهقين في مشاعرنا في علاقاتنا بالآخرين في تعاملاتنا مع مشاكل الحياة اليومية وفي فهمنا وتصورنا عن حقائق الأشياء وطبائع الأمور سمى العديد من المحللين جيلنا هذا بجيل رقائق الثلج جينريشن سنافلك لأنك رقائق الثلج الهشة وسريعة الإنكسار والتفتت ما تتحمل أي ضغط إذا تعرض هيكلها الأدنى لمسة رح يتفكك بالكامل وهكذا جيلنا تماماً هش نفسياً نتحطم مع أول ضغط ما نشعر إلا بالضعف وما نلعب إلا دور الضحية السبب الثاني لتسمية جيلنا برقائق الثلج هو أن رقائق الثلج لها هياكل فريدة ما ممكن تلاقي رقيقتين متشابهتين كلياً يضغى علينا الشعور بالتفرد ويتم تغذيتنا باستمرار بأفكار من قبيل التميز والرياضة نحس دائماً بالاستحقاق ولنا توقعات عالية نشوف بأنه الكل من المفترض أنه يكنل لنا الاحترام والتقدير والحب وأنه الكل لابد يعاملون بطريقة راقية بل بحفاوة زايدة حتى أفكارنا عظيمة وحضورنا وحده كافي إحنا ببساطة مختلفين متميزين عن باقي الخليقة لدرجة أننا بيتنا نرفض حتى أننا نكبر ونتولى مسؤوليات من مرحلة الرشد نظل أطفال بتعاملاتنا مع متطلبات المعيشة ونتحطم مع أول صفة لنا من الواقع حتى أن هذه الأزمة أطلق عليها اسم متلازمة بيتر بان في إشعارة لعدم رغبة الشباب اليوم في أنهم يكبروا تماماً زي شخصية كرتون الأطفال البيتربان اللي كانت دايماً ترفض إنها تكبر نبغى نبقى أطفال للأبد ما نبغى نكون مسؤولين محاسبين على تصرفاتنا وأفعالنا صرنا ما يسمى بالأطفال الكبار يا للعار المشكلة الأعظم هي أن الواحد فينا لما يسأل عن مشكلة واجهه وكيف يواجهها بالمقابل بعد ما كرثها وضخمها نلاقي الإجابات تنهال عليه بجور الطبيب نفسي صار الطبيب النفسي اليوم تماماً كالسلام عليكم وكأنه ما عد فيه أي حل مع مشاعرنا وأفكارنا غير الطبيب النفسي كيف تعاملوا أهبائنا وأجدادنا مع ظروف الحياة الصعبة وبدون أطباء نفسيين ليش إحنا اليوم مقادرين نكون بقوتهم قدرتهم على التكيف كيف نتعامل مع تحديات ومواقف اليوم البسيطة وإحنا بهذه الهشعشة صحينا ولقينا أنفسنا بدون لا ندري أطفال كبار هل الصلابة والهشعشة أمور نولد عليها أم إنها أمر يمكن تعويض النفس وتدريبها عليه يذكر إسماعيل عرف قصة للكاتبة البريطانية كلير فوكس اللي كانت جاسب باتها لما رجعت ابنتها من المدرسة غارق بدموعها منهارة نفسياً لدرجة مقادرة ترتب كلماتها وتشرح لأمها اللي حصل احتوت الأم ابنتها وبعد ما هدأت سألتها عن سبب كل هذا البكاء فأجابت البنت بأنها تعرضت للتنمر في المدرسة على الفور أتخيلت الأم إن بعض الطلاب لاحقوها في طرقات المدرسة وجرجروها وأهانوها أو سرقوها أو ضربوها أو غرقوها في الحمام لكن البنت جاوبت إجابة صادمة أكثر من كل اللي سبب التنمر اللي تعرضت له كان إن صديقاتها راحوا للسينما بدونها انتظرت الأم بنتها تكمل الحكاية وهي خايفة من اللي حصل بعدها لكن هذا كل اللي حصل فعلاً هذه هي النهاية وهذا هو التنمر اللي واجهته كيف تحول مفهوم التنمر من الضرب والسرقة والتحرش اللفظي والجسدي إلى مجرد راحوا بدوني كيف صارت تأثير هذه المواقف البسيطة في نفسياتنا كل هذا التأثير هل صار من غير الطبيعي أن الناس يتعرضوا كل يوم لمشاكل في علاقاتهم لإخلافات ومواقف تحتاج لتفاهم وجهات النظر المختلفة؟ أحياناً نضطر ننفصل ونفكك علاقة كاملة ونبدأ علاقة جديدة وهذا كله جزء من مرحلة الانتقال من مرحلة الطفولة لمرحلة الرشد فهل أتحول في هذا الجيل الطبيعي إلى تنمر؟ هذه المواقف المتكررة في كل بيت ومع كل طفل ومراهق ولا ربما شاب تخلينا نراجع تعريف التنمر هل هذا بات يعتبر انذار أنه جيل كامل على حدود الانهيار النفسي لأنه بات مدلل أكثر من اللازم؟ لدرجة مقادر يعرف التنمر بتعريفه الصحيح بل يسمي كل شيء تنمر كيف تغير العالم من حالنا وصار مجرد أشخاص في غاية الرقة والهشاشة ما يتحمل أخف ووطء من الضغوط والمشاكل لدرجة الطبيعي بات يعرف على أنه مصيبة والنهاية هذه الأسئلة ذاتها دفعت أستاذة علم النفس جين توينغ تألف كتاب يسمى بجيل التقنية لماذا يكبر أطفال الانترنت اليوم أقل ثورية وأكثر تسامحا وأقل سعادة وغير مؤهلين للخوط في مرحلة الرشد؟ كآباء وأخوة أكبر وأفراد عائلة بات لازم نقلق اليوم على الجيل الجديد لأنه في غاية الهشاشة بل هذا الجيل صارت رقة تزيد يوم بعد يوم يزداد طفولية ودلال رغم أنه الحياة تزداد خسونة فباته غير كفؤين لمواجهة الحياة الحقيقية الجيل اللي نتكلم عنه هو ما يسمى بجيل زد مواليد عام 1997 وما فوق أي أنا وغالبية المستمعين لهذا البودكاست قد يبدو كأن العالم هنا ينفصل لعالمين العالم الغربي والعالم العربي بحيث شباب مراهقي الغرب مدللين أكثر من اللازم وأكثرها شاشة ورقة مننا إحنا مراهقي وشباب العالم العربي اللي تأخرت نوعا ما هذه الظاهرة بالنسبة لنا لأن عالمنا غارق في صراعات وحروب وفقر ومرض فما في مجال ولا حتى رفاهية لهذه الظاهرة العالم العربي اللي يبلغ عدد سكان الفقراء المعدمين الكادحين 60% من صغرهم يتعرضوا لتحديات وضغوط نفسية وصعوبات كبيرة تخليهم أكثر صلافة وخشونة لكنها معكدة موجودة بين أصحاب الطبقة المتوسطة وما فوق خصوصا مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بات الفرد منشغل بنفسه بعيدا عن القضايا الجماعية والأحلام الكبرى أتلاشى الاهتمام بالقضايا الإسلامية والعلمية والحركية والفكرية واكتفى كل شخص بالتمحور حول ذاته وتطوير نفسه والتركيز على بناء هوية الفردية للأباء دور كبير في هذا التحول وبناء شخصية الطفل سواء مدلل أو مسؤول وقوي نفسيا اليوم بات الأباء يرفعوا التكليف عن أبنائهم ما يحملهم أي مسؤوليات غير أنه يكون مؤدب يذاكر ويجيب درجات حلوة عشان كذا لو راجعت رح تشوف أنه أغلب الناس اللي غيروا الدنيا وأنجزوا إنجازات كبيرة في حياتهم تلاقيهم كانوا بالأصل من الفقراء المعدمين ومن المدللين الغير مسؤولين لأنهم صارعوا الحياة وصارعتهم ونموا ما يسمى بالعضلات الإرادية عكس المدلل اللي ما عنده أي عضلة إرادية إرادته ضعيفة وعزيمته أضعف وما يقدر يجاهد نفسه على الشيء بعد أي حزن يكسره لأنه نفسيا ضعيف غاية آماله أنه يعيش حياة مستقرة لا صدمات والاستراع وهذا من المستحيل أنه يحصل لأنه الحياة ما تدوم على حال يمكن ما نقدر نسيطر على الحياة ونخليها مستقرة لكننا على الأقل نقدر نبني عضلاتنا الإرادية عشان نصارعها لما تصعب علينا في عالم مثالي سنكون أشد مناعة إزاء تلك المؤثرات الخارجية لن نهتز سواء تلقينا التجاهل أو الانتباه الإعجاب أو التسفيه إذا امتدحنا الشخص وهو غير صادق فلن نسلم أنفسنا للغواية دون استحقاق وإذا أجرينا تقييما نزيها لمواطن قوتنا وحكمنا بأنفسنا على قيمنا الخاصة فلن يجرحن افتراض الآخرين بأننا بلا شاء وسنكون على ثقة من شأننا وجدارتنا قبل العام 2018 ما كان مستلح التنمر منتشر في العالم العربي ثم في غضون عام واحد أنفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات وآلاف القصص عن التنمر والضحايا وصار الكل يشتكب أنه تعرض للتنمر وأنه ضحية وأنه يستحق التعاطف والانتباه والاهتمام بدون ما نحدد ولا نعرف إش هو سبب التنمر أساسا هل أنك تتعرض للتخويف في المدرسة والضرب والركل والمطاردة والتحرج تسمى تنمر تماما كما يسمى عدم استحاب أصدقائك لك للسينما تنمر هل الموقفان سيان هل كان الطرفين يحتاجوا لعلاج نفسي من الصدمات العاطفية التي تعرض لها بسبب التنمر ما ننكر أن التنمر الحقيقي فعلا موجود مرعب مخيف كارثي لازم نحارب ونتصدق له ونصدق أنه أمر موجود ولو ضحايا وفيه متآمرين لكن هل أي مشكلة عادية تسمى تنمر بالتالي تحتاج لعلاج النفسي من ما نسميه بالتراومة الصدمة النفسية بسبب التنمر إلا استبعدنا التنمر وركزنا على تقلبات الحياة اليومية ما بين سلام إلى مرض إلى شفاء إلى لا سمح الله موت أحد أو انفصال هل باتت تحتاج إلى علاج نفسي بعد مواجهة كل واحد فيها؟ هل فعلا ما عد نقدر نواجه أي شيء بمفردنا؟ يقال أن ما لا يكسرك يقويك إلى أي حد هذه العبارة صحيحة اليوم؟ أظن إنها تحولت لي ما لا يكسرك يجعلك أسوأ حالا حتى يجعلك منهارا ويجعلك في حاجة طبيب نفسي بينما أقوى يسلم عليك يقول فاريدي الحزن ليس مؤشرا للمرض النفسي بل جزء متكامل من الوجود الإنساني وعندما يتم تحويل الحزن الطبيعي إلى مرض نفسي فإن المراهقين والشباب لن يتمكنوا من تطوير وسائلهم الخاصة للتغلب على التجارب المؤلمة في منتصف السبعينيات بلغت نسبة الأطفال الأمريكيين دون الثامنة المصابين بحساسية الفول السوداني 0.4% رقم قليل مع كذا ومنذ ذلك الوقت بدأ الأهالي في حماية أطفالهم من أي منتج يحتوي على الفول السوداني مخافة عليهم من أضرار الحساسية لكن هذه الإجراءات بطريقة ما ما حمتهم من الحساسية فبعد سنوات أضاعفت نسبة المصابين بالحساسية ووصلت لـ 1.4% بدون ما يعرف أحد كيف وليش ارتفعت النسبة لهذا الحد رغم حفاظ الأهالي إلا أنه اللي حصل كان أنه وقاية الأطفال من الفول السوداني هي بالضبط السبب في انتشار الحساسية فبعد دراسة على أكثر من 600 طفل يبلغوا أقل من سنة تم تقسيمهم فيها القسمين قسم يأكل الفول السوداني وقسم يمتنع عنه لمدة خمس سنوات كانت المفاجأة أنه نسبة الأطفال اللي يصيبوا بحساسية الفول السوداني أعلى بكثير في الأطفال الممنوعين أساساً من الفول السوداني يقول أحد الباحثين معلق على هذه الظاهرة أنه أكل الفول السوداني المثير للحساسية هو نفس اللي رح يقوي المناعة ويطورها وهذا ينطبق تماماً على الحياة تعريض الأطفال والمراهقين والشباب للحياة الحقيقية وتجاربها بحلوها ومرها بدون حماية زايدة أو دلال زايد يقويهم أكثر من وقايتهم من الحياة بأكملها على سبيل المثال اليوم ما تصار للمعلم أي حق أو سلطة للطالب وكم الزبون دايماً على حق فالطالب صارت دايماً على حق كمان تم استبدال عبارات زي خذوا لحم ورجعوا عظم ب لا تتنمر على ابني ولا تقولوا أنه درجاتك سيئة أو أنت مشاغب أو غير محترم يذكر الكاتب مشهد حصل أمام عيني عن طالبة شاجر مع أحد المدرسين فتم استدعاء الطالب للمشرف عشان يتم اتخاذ إجراء تأديب ضده يتوافق مع حجم خطأه يرجع الطالب للبيت ويشتكي الماما وبابا وبدلاً من تربية الطفل أو تعليمه الدرس عن الأخلاق واحترام الكبير في السن أو المعلم أو احترام نفسك بعدم التلفظ بمثل هذه الألفاظ يتم تقديم الشكوى من طرفهم ضد المدرس لأنه آذى طفلهم الحبيب نفسياً صار المعلم هو الملامة الأول والأخير على التدخل في أي نقاش مع الطلاب أو محاولة تأديبهم ينهمر عليه سيل من الشتائم إن ما كان من الآباء فهو من الطلاب ذاتهم بل متشهير على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة إنه قد يضطر لتقديم استقالته على خطأ ما ارتكبوا حتى كيف يتعاطف الآباء مع أي خطأ يرتكبوا أطفالهم وكأنهم معصومين يتسامحوا مع أي لفظ بذيء أو إهانة لكن ما يتسامحوا مع شخص يحاول يوقفهم عند حدهم يلعب الدور اللي ما تجرؤهم يلعبوا بات الأطفال اليوم مدللين لحد فضيع لدرجة إنهم يحسوا إنهم محور الكون إنه يستحقوا أفضل معاملة وإن الجميع لا بود يكرس نفس الأجل خدمتهم ونفسيتهم ومشاعرهم مواقف كهذه هي اللي جعلت المدرسة الأمريكية جين موريس تألف كتابها بؤس المدرس فرط الأبوة رقائق الثلج المميزة كتبت هذا الكتاب باسم مستعار عشان لا تفقد وظيفتها في التدريس كان الكتاب مجرد عبارة عن تنفيذ للغضب اللي يعتريها من التدليل المبالغ فيه للأطفال من قبل آباءهم لدرجة إنهم باتوا خارج نطاق السيطرة ما عد صار فيه داعي حتى للمدرسة إذا ما كان هدفهم الانضباط وتعلم المسؤولية والاحترام فكل واحد بات اليوم يحس بإنه أفضل من الجميع إنه مميز وإنه آخر حبة بدون أذن استحقاق تشجع موارس في كتابها الآباء على معاملة أطفالهم بطريقة أكثر حزما وصرامة لأن هذا الدلالة المفرط أنتج جيل من رقائق الثلج المتكبر على النعم اللي يشوف كل شيء كأمر مسلم فيه بل وأقل من قدره يتوقعوا معاملة ملكية ما يتحملوا مسؤولية أفعالهم الاعتذار بات يعد إهانة لجلالتهم ما نأيد الضرب والتعنيف ولا نأيد التبجيل والتقدير والتصفيق لكل خطأ عشان لا نجرح مشاعرهم اللي نأيده هو إيجاد النقطة التوازن لا إفراط ولا تفريط يقول ابن القيم إن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من آثر الراحة فاتته الراحة وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة فلا فرحة لمن لا هم لها ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيمة لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له رغم إنه الكاتب يتكلم عن الهشاشة النفسية ويدينها إلا إنه لا يرفض الشعور بالألم والحزن ولا يستهين بمعاناة الإنسان ما يقول لك لا تحزن أو تبكي أو تتألم لكن لا تنهار لا تتخذ من الطب النفسي مبدأ ومرجع حاول إنك تلاقي النقطة التوازن بين الإفراط والتفريط هذا الكتاب وهذا الملخص موجه للمدللين المخدوعين الموهومين اللي ما يعانوا من أي اضطراب فعلي سوى الدلالة الزايد واللي تم إيهامهم بأنهم مضطربين نفسيا بسبب السوشال ميديا واللايف كوتشز الزائفين مين فينا ما يتعرض لصدمات في حياته في علاقاته في عمله في أهله في المستقبل في أعز أصدقاؤه وهكذا الصدمات جزء لا يتجزى من الحياة لكن إذا لاحظت فاليوم بات الترند هو زيارة الأطباء النفسيين يقول كريستوفر لاش أستاذ التاريخ بجامعة روتشستر إن اللجوء للمعالجين النفسيين والأطباء صار ثقافة عامة وليس مجرد حالات فردية هل الكل مريض فعلا؟ هل الكل يعاني من الصدمات النفسية؟ إيش الصدمات تحديدا؟ كيف تطور مفهوم الصدمة وصار يشمل أي موقف حياتي عابر؟ يقول إسماعيل عرفة إنه في بداية تحرير كتاب دي أس أم اللي يعتبر المرجع الأول والدليل الإرشادي الأهم للإضطرابات النفسية في العالم اللي صدر عام 1952 كانوا استخدم مصطلح الصدمة لوصف أي ضرر مادي للجسم بس زي إصابات الدماغ والارتجاجات لكن التوسع تعريف الصدمة مع صدور النسخة المحدثة من هذا الدليل الإرشادي وبعد التشمل كذلك اضطرابات مع بعض الصدمة كانت أعراضها الضيق والحزن والبكاء وغيرها لكن مو على أي سبب مع أي شخص بل في حالات معينة كالحرب والإغتصاب والتعذيب هؤلاء هم اللي يعتبروا يعانوا من اضطراب مع بعض الصدمة أما الطلاق أو وفاة أحد الأقارب أو الحوادث أو الرسوب والانفصال والخيانة ما كانوا مسببين للإضطرابات على الأقل ما كانوا لسه مدرجين في الدليل الإرشادي حتى مع صدور النسخة الثالثة كلها كانت تعتبر تقلبات حياتية عادية والأشخاص اللي يعانوا من أي من هذه الحالات ممكن يتعافوا من أعراضها ونتائجها بدون أي أدوية أو تدخل طبي أي إنهم قادرين تماما على تطوير ميكانيزمات نفسية لتجاوز آثار هذه الصدمات يبنوا لأنفسهم مناعة ضد الفول السوداني كل هذا تغير مع عام 2000 وبدأ مفهوم التراوما أو الصدمة النفسية يشمل أي تجربة يمر فيها الشخص وسببت له أذى وجرح نفسي صار المعيار للصدمة أمر يحدد المريض بنفسه لا دليل الإرشادي ولا حتى الأطباء أي إنه لا يوجد معيار موضوعي يمكن قياس الإضطراب عليه كلمة تسمعها من صديقك أو النقد من أهلك أو تعليق سلبي صار يتم أخذها كصدمة نفسية صار عندنا إفراط في التشخيص كمرضى نفسيين ما نبالغ إذا قلنا إنه الكل اليوم بات يعاني من صدمة نفسية من نوع ما صار عندنا إفراط في اعتبار إنه أي حزن أو خيبة أمل هي اكتئاب بل واكتئاب حاد خلينا بداية أني راجع إش هي أعراض الاكتئاب الإحباط فقدان الاهتمام نقص الشهية التغير في النوم والإرهاق الدائم قيل إنه إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين فيمكن وصفها بإنها اكتئاب أي لو إنك تعاني من أربع من أصل خمسة من هذه الأعراض ولمدة تقل عن أسبوعين فإنت غير مكتئب بالضرورة يقول آلين فرانسيس أستاذ علم النفس وأحد محرري الدليل الإرشادي للإضطرابات النفسية SDM كثيرا مما نعتقد أنه اضطراب اكتئاب حاد لسا حادا في الحقيقة ولا حتى اكتئاب ولا اضطرابا من الأساس يحذر فرانسيس من عدم المساواة بين الأحزان الطبيعية وبين الاضطرابات النفسية ويقول لا ينبغي أن يكون الحزن مرادفا للمرض فليس هناك تشخيص لكل إحباط ولا عقار لكل مشكلة صعوبات الحياة مثل الطلاق والمرض والمشاكل المالية والنزاعات بين الناس لا يمكن إزاحتها من حياتنا ورد فعلنا الطبيعي اتجاهها كالحزن وعدم الرضا وغيبة الأمل لا يجب وصفه كالطراب نفسي ويجب معالجته فورا أي أنك لو عانيت من انفصال أو حادث أو أسمى أو وفا لا قدر الله وغرقت في الحزن وفقد شهيتك وأحبط لمدة أسبوعين أو حتى أكثر فلا زال هذا طبيعي ومتفاهم لا تتعلق بفكرة أنك مكتئب وأنك مريض نفسي وتدخل في دوامة العلاج النفسي المدمرة لسنوات بسبب تشخيص خاطئ لمرض غير موجود أساسا إنه محزن طبيعي كلنا نسعب في هذه الحياة للاستقرار النفسي مين فينا يبغي عنه نفسيا إنه يحزن ويكتئب ويحز بعدم الأمان محد نسعب كل السبول المتاحة لإيجاد ذاك الاستقرار لكن إيش هو الاستقرار أساسا سعادة بس أو حزن وسعادة إذا واجهنا أي نوع من الحزن وجخصنا فورا باكتئاب ومرض نفسي وحاولنا نمحي من الوجود هل هذا يعتبر إننا لازلنا نحاول إنه نستقر أم إننا قاعدين نحارب هذا الاستقرار يرجع العالم النفسي آلين فرانسيس يحاول يعرف معنى ومفهوم الاستقرار النفسي من وجهة نظر الفلسفة وعلم الإحصاء والطب والانتربولوشيا وعلم النفس لكن في نهاية المطعف ما يقدر يحدد معنى الاستقرار النفسي وانتهى بمفارقة صادمة في علم النفس التحليلي يقول إن المفارقة الكبرى الغير معلنة في التحليل النفسي هي أن أفضل المرضى هم هؤلاء الذين لم يحتاجوا لعلاج نفسي منذ البداية أي إن مفهوم الاستقرار النفسي والطبيعي في حقيقة الأمر يختلف باختلاف الثقافات فما يتم تشخيص طبيعي في بلد يعتبر ممرض في ثقافة أخرى والعكس قد يكون صحيح أي إن المعايير ذاتها غير دقيقة فما نعرف إش هو الطبيعي ولا من هو المريض بعد الآن رغم إن علم النفسي حاول جهده يحط معايير عالمية للإضطرابات النفسية نقدر نقيس عليها إذا كان أحد محرري دليل الإرشادات للإضطرابات النفسية ما يعرف إش هو الاستقرار النفسي وإش هو الحد الطبيعي فكيف نعرف إحنا إذا كنا أسوياء أو مرضى في عالم ما تم تعريف الاستقرار النفسي فيه للآن بالتالي الشخص المريض والطبيعي هل يعد الدواء النفسي مشكلة أم حل المسيح للسخرية والصدمة فيه الآن هو إن الطب تطور لدرجة فضيعة لدرجة إن ما عاد فيه أشخاص أصحاء تقريبا فهل كلنا بالتالي لازم نتعاطي الأدوية؟ صرنا نتجاهل كليا أمور زي الصلاة والرياضة وكيفية تأثير الطعام على صحتنا ونفسياتنا ونثق بالأدوية كل عميان مع إننا أصحاء ممرضى إحنا مجرد جيل يعيش في زمن بات في المرضى النفسي مع الأسف ماضى الطفل الكثير الحركة معتصار طفل حيوي بل مصاب بـ ADHD بفرط الحركة ونقص الانتباع أكيد لازم يراجع الطبيب ويستمر على بعض الأدوية الحزن لفترة على وفاة أحد أقاربك صار اليوم اكتئاب حاد يحتاج تدخل مختص فورا الطلاق أو الانفصال وما يصحبهما من حزن وقلق وضياع ما عادوا مشاعر طبيعية بل صاروا يعرفوا بالطراب مع بعض الصدمة تحتاج للأدوية عشان تتجاوز صدماتك حتى لو ما نعاني من أي من هذه الحالات نلاقي إننا نبحث على الانترنت عن المرضى النفسي اللي لا بد إننا نعانيه لأنه يستحيل إنه يكون الجميع مرضى نفسيين عدايا أنا كمان أبغى أمشي على الماضى وأمرض نفسيا للي لا زال الآن يكافح ويحارب همومه وآلامه أو جاعه وهشاشته ويحاول يكون أقوى وأكثر صلابة يحاول يتعافى بدون أدوية وبشكل طبيعي زي آباءنا وأجدادنا فنصيحة بسيطة تماما زي ما كانت حياتهم حاول تنام كفايتك تعكل كفايتك تصلي أكثر تدعو الله أكثر إنه يهونها عليك من ثم تحاول تتواجد دايما قرب أهلك وأصدقائك أقرأ أكثر أشغل نفسك بشي فيدك لا تعيش بفراغ لا تروح للطبيب النفسي إلا إذا استنفذت كل هذه الحلول وعلى مدى سنوات لأن جسدك قادر على شفاء نفسه بنفسه لا تحول الطبيعي للمرض ولا تحول استقرارك النفسي اللي تعيشه ما بين سعادة في حين وحزن وشقاء في حين إلى اضطرابات نفسية حادة تحتاج تدخل طبي مع كذا ورغم إننا نعرف كل هذا إلي إن أعداد المصابين بالاكتئاب في ازدياد سواء كان اكتئاب عادي أو حاد أو حتى تم تشخيصه بطريقة خاطئة لا يزال يحصى كالشخص مكتئب لأنه قيل إنه مكتئب تقريبا أهم أسباب الاكتئاب بعيدا عن الحوادث الكبرى اللي تحصل للمرء من وفا أو طلاق أو فشل هي سؤال بسيط من كلمتين ليش أعيش؟ ما عاد للآيات القرآنية ولا للخطب أو المواعد أي تأثير علينا نبغى السبب أسمى من عبادة الله إحنا نبغى السبب يتعلق فينا بس نظن إننا لو أتحلنا الخيار بين الوجود والعدم رح نفضل العدم ما سبق وتفكرنا بجدية في سبب الحياة والموت نظن إننا لو متنا فرح نكون في نعيم أي نعيم ممكن نعيشه في الآخرة وإحنا ما صبرنا في هذه الدنيا الصبر اللي رح نكافأ عليه ولأننا نكره إنه ينقل لنا هذا الكلام ونكره فكرة إننا ما كلنا القرار في هذه الحياة ولا يحق لنا حتى إننا نقرر أن نموت لأنه حرام ورح ندخل إلى النار مباشرة نعيش في خواء مهربنا الآمن هو السوشال ميديا اللي تعزز ثقتنا بأنفسنا من خلال باستات مليئة بعبارات زي أنت جميل زي ما أنت تبتسم فتشرق الدنيا وغيرها وتخلينا نظن أحيانا بأن النجاح يعني إنك على قيد الحياة وتتنفز كافحت كفايتك للآن أنت قوي لأنك لازلت تكافح عشان تعيش اليوم نتخدر بفكرة إننا متعبين فعلا كافحنا طويلا ونزدادها شاشة لأننا ما كافحنا بالمعنى الحرفي بل استسلمنا الفكرة وجودنا وبس ما كنا أقوياء في وجه أي ظرف بل ما كان فيه أي خيار آخر سوى الخط فيه فنبدأ بتحميل صورنا وقصصنا العادية البسيطة الطبيعية نسميها بقصة كفاح ما إنها كامل المفترض تكون كذا والمفترض لا يسمى كفاحا بل يسمى طبيعي لكن في جيل هش ينهار بسرعة على أي شيء وينتحر مع أول سيلة النقد صار الشخص اللي يخوض في الأمر ويتجاهل ويتعايش مكافح وبطل قوي ويستحق التصفيق الحار فنحس بالغرور أكثر على إنجاز ما حققنا فيه سوى إننا كنا لربما الشخص الطبيعي الوحيد لكن هل بقي مستخدم السوشال ميديا اليوم شخص طبيعي؟ اليوم صرنا مدمنين صار كل همنا هو الأرقام والمشاهدات والإجابات والتعليقات المليئة بالتصفيق والقلوب الحمراء صارين مدمنين على الترندات وعلى تطوير أجهزتنا وتحديثها أول بأول فإنت ببساطة شخص مسكين لو ما امتلكت أحدث جهاز ولأنه نهج شيء نفسيا فما نحتمل كلمة مسكين هذه اللي باتت تعتبر أكبر إهانة لغم إنها مو حرفية لأنه عندك اللي تأكله وتشربه لك سقف يحميك بل ولك جهاز وإنترنت لكنه بس مو آخر وأحدث جهاز أهلا فيك في القرن الواحد والعشرين حيث صار تعريف المسكين هو الشخص اللي ما يمتلك أحدث جهاز والأسوأ إنه هذا يجرحنا لهذه الدرجة صرنا قوارير بغاية الهشاشة والرقة يقول إسماعيل عرفة بأنه كثير من الهشاشة النفسية وأعراض الاكتئاب ممكن نرجع أسبابها لغياب مساحات التأمل والمراجعة الذاتية عند الكثيرين لأنهم ما يعلمون بس تقبل الألم والفشل بل التفكير في أسباب ذاك الألم وذاك الفشل والحزن وإننا نطالع لهذه المشاعر على إنها إعادة تكوين لشخصياتنا لأنها تعطينا فرصة للتطور والتعلم يقول إسماعيل عرفة السطر جدا جميل في الكتاب حاول أن تقلل من حماقاتك المستقبلية بأن ترتكب أكبر قدر منها الآن بناء على قدرتك في التعامل مع الفشل والألم فإنت تبني مناعة ذاتية تجعلك صلب في أصعب المواقف مهج تنهار مع أول رفض لازلنا لا ندرك إنه أولئك الناجحين ما يرو قصص نجاحهم إلا بعد نجاحهم ما يروها وهما في المنتصف يكافحوا وإلا انفجر العالم وضحك عليهم خلال خوضهم ديك الظروف العصيبة كنا إحنا غارقين في عالمنا تتوجه أنظارنا إلى أشخاص آخرين نجحوا وبرزوا وقتها ونظل نراقب أنفسنا ونلومها كيف إنه كل يوم يولد شخص ناجح وإننا لا زلنا في ذات المكان ما نزل جهد كفاية لا ننجح ولا نتميز يقول الناشطة السودانية علي أبو أتريس إنه من مساوئ عرض قصص النجاح على السواشال ميديا إنها تعرض بمعزل عن التفاصيل والظروف الخاصة بأي حالة نجاح واللي سعت بشكل كبير في هذا النجاح أكثر من كون حصيلة السعي والجهد كما تم التسويق للأمر صار النجاح اليوم يصور على إنه مجرد عملية سعي واجتهاد محض وهذا غير صحيح البتة فاللي يعمل بجد ويسع وما يلاقي أي نتيجة رح يحبط وينهار نفسيا لأنه تعلم هذه المعادلة وصدقها رغم إنها كانت مغلوطة في السواشال ميديا عشرات ومئات القصص لمشاهير أصحاب مشاريع كل اللي سواه هو العمل الجاد لدرجة يتم فيها التقليص حجم عملنا الجاد وتهميشه وكأنه لا يقارن بعمل أي واحد فيهم لكن النجاح مو مقترم بس بالعمل الجاد الفردي في حالات نعم لكن قليلة ليس الجميع ليش صار من الصعب استيعاب إنه الفقير مهما كان عبقر ومجتهد فهو في الغالب للأسف مرح يلاقي حظ من النجاح في هذه الحياة مثل من هو أقل منه ذكاء واجتهادا لكن أفضل وضع منه صار من الصعب استيعاب إنه الحظ المحظ يؤدي أحيانا دور في النجاح أكثر من الاجتهاد نلاقي أنفسنا مستنزفين في عملنا الجاد رغم كل الظروف المغلقة لأننا مؤمنين بأن العمل الجاد كافي ورح يأتي ثماره يوما ما صار التوكل والدعاء والاستغفار والحوقلة أمور مهمشة لأننا عرفنا السر الأعظم للنجاح وهو العمل الجاد ككل منهم على السوشال ميديا شيء ثاني كمان نشوفه على السوشال ميديا بكثرة وهو مل عمل الجاد على أي شيء إنما الشغفك بس تجاه شيء الشغف هو قائدك الأساسي لا تتوظف وظيفة أنت مشغف فيها صحتك النفسية أهم من أي شيء ثاني لا تستمر في علاقة أنت مشغف فيها وكأن الشغف وحده هو ما تبنى عليه حياتنا وكأن مشاعرنا هي السبيلة الوحيد عشان نحيى حياة كاملة ومثالية صرنا نعبد مشاعرنا بشكل مخيف بل ونرفعها لدرجة القداسة زي ما يقول الفيلسوف اليوناني ميشيل لاكروة صرنا نبحث في كل شيء عن ذاك الشغف فإن لم تشتعل فينا تلك الشرارة فإننا نتشكك نحوه بإن كان هو الحلم المناسب أو الشخص المناسب أو الوظيفة المناسبة وحتى وإن نلقينا هذا الشغف واشتعل فينا بكل ما تحمله الكلمة من معنى فإلى متى رح يستمر الشغف؟ الشغف مو أبدي كيف تبنى عليه حياتنا وقراراتنا بأكملها؟ يذكر الكاتب قصة عن الرسالة اللي أرسلها الصديقه بعنوان خدعة الملل يقول فيها إنه الرتابة نعمة في أصلها لكن نلجح لنا نبحث عن تهييج مستمر لمشاعرنا وكل ما ابتعدت عن مصدر الإلهاب أعدناها ما يهم الشيء لليه بمشاعرنا يجعلنا متأججين حب عتاب اهتمام كراهية أي شيء المهم إنه يظل الموقد مشتعل كل اللي نسوي اليوم على السوشال ميديا نظن إننا نسوي لأنه هذا هو شغفنا لكنه مو بالضرورة كذا إحنا شغوفين أكثر لللايكات والمشاهدات نستمع بكثرة للبودكاست والخطابات التحفيزية والمتحدثين الملهمين والمؤثرين على السوشال ميديا بصوتهم المختلط بالموسيقى الملهمة في الخلفية ينهو خطبتهم المؤثرة بيتبع شغفك وكأنه هو العنصر الوحيد اللي يفرق الناجح عن الفاشل ويرتفع صوت الموسيقى ويطغى على مشاعرنا ونمضي في طريقنا نتبع شغفنا ونصطدم بالحائط إيش اللي يحصل؟ كل الخطبة التحفيزية اللي اسمعناها تتكلم عن أناس بدأوا من الصفر فليش؟ يبدوا صفرهم مختلف عن صفرنا ليش يحتوي صفرنا أو بدايتنا على كثير من المطبات بشكل مبالغ فيه ليش مهما حاولنا وآمننا بأنفسنا واتبعنا شغفنا لازلنا مقادرين نوصل ما في ملهم يمسكني من يدي ويحكي لي كيف سواها تحديدا ما في موسيقى شغالة في الخلفية بينما أعاني مقادرة أصحف فجأة وألاقي أني جاوزت كل هذا وأن معاناتي ما كانت سوى مجرد فلاش باك سريع المشكلة في جملة اتبع شغفك إنها تقول للشخص إنه يفتش عن شغفه وليس عن قدراته وإمكانياته والفرصة المتاحة أمامه إنما وراء أحلامه ومشاعره باتت مشكلة المرء لا الفقر ولا العنصرية ولا البطالة ولا السن ولا الجنس إنما بكل بساطة أنت سبب فقرك ما لقيت شي تكون شغوف تجاهه لدرجة تسوي كل شي تقدر عليه لأجله وحتى لو لقيت شغفك وضربت بكل الإمكانيات والقدرات عرض الحائط وأمنت بنفسك وسعيت لتحقيق هذا الشغف تلاقي إنه الواقع رح يسحق شغفك ويجعل منه أمر كريه السيء تنقم عليه كل يوم فالواقع مريه وصعب والسوق مليئ بالمشاكل والمتاعب في عشرات الأشخاص اللي ما يتمنوا لك النجاح لأنهم ما يتمنوا لك النجاح وفي الوقت اللي توقعت فيه أنه الدرب رح يفرش لك بعشرات الأشخاص اللي يساعدوك تلاقي العشرات ينهبوك ويحقروا أعمالك ويستصغروك ويهينوك ويرفضوك ويبخسوك ولأنه مشروعك لا زال رضيع فإنت ما تبغال ويرجع لنقطة الصفر بتقبل بالقليل وترضى بالإهانة وتتسامح مع المخطئ وتبدأ تدخل لدوامات من الديون صحيح إنه الشغف أمر رائع وصحيح إنه الخطابات التحفيزية تلهمنا وتطلق فينا شعلة الحماسة ذيك اللي كنا بحاجتها للبدء لكن مو الكل قادر يحول شغفه لمصدر الدخل عامل شغفك كهواية إلى أن تتمكن منه اللي يخفي عننا أغلب المتحدثين التحفيزيين هو إنه 90% من المشاريع الناشئة أو الشركات الصغيرة تنتهي بالفشل ويتفكك المشروع أو الشركة أي إنه شخص واحد من بين كل عشرة أشخاص قد ينجح وحتى إن نجح فمن الممكن ما يدوم بعد السنة الأولى في الولايات المتحدة تبلغ نسبة فشل المشاريع بعد خمسة سنوات من بدأها بنسبة 50% وتزداد نسبة الفشل بمرور السنين لأن الغالبية العظمى تغرق في اليأس والديون والتفكك الأسري والمشاكل النفسية والاجتماعية فبعد ما كنت الشخص شغوف مفعم بالأمل والحماسة تتحول لشخص يعز مريض مكتئب حياته تنهار وغارق في الديون بسبب الشغف بسبب إنك بس من البداية ما كنت راغب تستوعب إنه رغم شغفك ما كان عندك حتى نصف المهارة المطلوبة والإمكانيات الكافية حاول ترجع ترتب أوراقك إيش قيمة الشغف إذا ما كنت قادر تأمن معيشتك لا بأس باتباع شغفك بل إنه اتباع شغفك ممكن يزيد من نجاحك وتقديرك لذاتك لكن لا يمكن إنك تبدأ في حياتك تحقيق الشغف مو هدف أولي بل آخر خطوات السلم ما يحق لك تتكلم عن الشغف قبل ما تكون أمنت معيشتك ودفعت فواتيرك ودعمت عيلتك وكنت زوج أو زوجة داعمين لأطفالهم وقتها بس يحق لك تتبع شغفك ولأنه رغبتنا في ذاك اللايك وذاك الاشتراك وذاك التعليق بات في غاية الأهمية بل يساوي قيمتنا وقدرنا عند الآخرين وإحنا ولا شي بلاها صالت أكبر مخاوفنا هو قلتها أو عدمها الخوف من الحذر والتشهير والعدوات لازم ما نخسر أحد إنه ما نمس أي جهب أي كلمة خوفا من إنه تفهم بطريقة خاطئة ونفقد الدعم صارت أفكارا على حسب قول الكاتب مصنوعة من ورق قابلة للتحرير في أي وقت مستعدة للتكيف مع أي موقف وجهها للاستبدال متى أردنا صرنا أشخاص متسامحين مع الخطأ خوفا من العدوان نتقبل أي شي حتى لو ما سقيمنا ومبادئنا وديننا ما عاد فينا من النخوة شي ولا من الشجاعة شي ولا عدنا صاحب رأي وموقف وقضية لأننا نسعور رضا الجميع فإيش هي قضيتنا إذا كنا نحب الكل وندعم الكل إيش هي قضيتنا إذا كنا نتسامح مع الكل مين هو عدونا إذا حطلنا هو ذاته لايك على بوست الليل الماضية في عالم السوشال ميديا لا عدوات مو لأننا نعيش في سلام لكن لأنه ما عاد عندنا رأي ولا شخصية لأننا نخاف إنه تغلق صفحتنا وقناتنا إذا أسأنا بكلمة مجموعة ولو كانت على خطأ صرنا كلنا محترفين في كذبة السلام هذه كلنا مراوغين دبلوماسيين على هذا المبدأ صار لازم تكون بليد ساذج تتصرف وكأنك ما فهمت الإهانة لأنك ما تبغى ترد عليها أكيد لأنها رح تصير مشكلة أكبر فتتصرف وكأنك بلا مشاعر بلا موقف لا تنكر منكر ولا تعرف معروف الكل صار حكيم اليوم متفهم متسامح متقبل وهش رغم ما يبدي من هيكل صلب وزائف لأنه في نهاية المطاف كل هذا ما كان إلا عشان يدعم صورة الذاتية لما نخلب أنفسنا نلاقي إننا نبتنا إنسان فارغ مو حتى هش بل فارغ كليا غير قادر على الغضب والكراهية والإشمئزاز بالتالي غير قادر على الحب يقول إسماعيل عرفه إنه لا تكون محبة الشيء ممكنة بغير كراهية نقيضه ولا يكون الإنسان صادقا في حبه إلا بقدر صدقه في كراهيته إحنا أدعياء الحب والتسامح والتقبل ما صار عندنا نقيض نكره بالتالي ما عندنا شيء نحب وقضية ومبدأ ندافع عليه نعرف إننا إذا شفنا منكر فلازم نغيره بيتنا فإذا ما قدرنا بالساننا وإذا ما قدرنا بقلوبنا أي شيء عشان نيوقف هذا التدهور وإحنا الآن بالتأكيد لا نغير باليد ولا باللسان والقلوب ما حد يعرفها غير الله الفكرة أساسة مو في إنك تغير بقلبك بل إنه تمنعه من تغييرك لأنك لو ما غيرت الواقع غيرك وطالما ما عاد صار فيه حلال أو حرام أو منكر وصح وغلط صن نتقبل كل شيء فهذا يعني إنه الواقع غيرنا منذ زمن بعيد لأننا كنا أكثرها الشاشة من إننا نغيره بقلوبا على الأقل إيش اللي نسمع لو تجرأنا على إنكار الشيء نسمع دع الخلق للخالق إنه ما لك تدخل صح إننا نرفض الأحكام الخاطئة المسبقة المتسرعة الغير ملمة بالتفاصيل لكننا كائنات أخلاقية ميزنا الله بالعقل نعرف الخير والشر نميز الصح من الخطأ لكن إنك تقول لشخص بعد ما شفته نفس المنظر إنه لا تحكم على الشخص كأنك تقول له طالع لي هذه الجملة لكن لا تقرأها أو أنصت لي لكن لا تسمعني من المستحيل إنه ما نحكم على الشخص بمجرد ما يتصرف أي تصرف من الطبيعي للغاية إنه تصدر عقولنا أحكام مسبقة عشان تحمينا وتحمي موقفنا ورأينا لكن الكل اليوم صاري رد بي لا تحكم علي وإنك ما تعرفني مهما كان الخطأ جسيم والمنكر واضح ما تصار عندنا مجال نسمع الحكم والمواعظ والنصائح يرويت ياري كوبر أستاذ علم النفس بجامعة أوكلاند سيتي قصة ينقد بها عقلية اللاحكم على الأشياء يقول فيها إنه كان فيه اثنين تكلموا مع بعض يقول الأول إنه أحد الشباب أتحرش جنسيا بفتاة وإنه يعرف هذه الفتاة شخصيا وهو مستأل اللي حصل وإنه يتمنى يتم القبض على المتحرش بسرعة لكن الثاني يرد عليه إنه لا تحكم عليه إنت ما تعرفه يمكن أتعرض هذا المتحرش هو كمان سابقا للتحرش واضطر إنه يسوي هذا الفعل إحنا مو في موقف يخولنا نحكم عليه يعلق كوبر على القصة ويقول الكثير منا يخلط بين إصداره للأحكام وبين كونه حكيما إننا نعيش في عالم بدون أحكام يعني إننا نعيش في عالم بدون إدانة ولا مبادئ ولا قضايا أخلاقية وهذا لحيخلي في النهاية كل وجهات النظر متساوية ونسبية من ثم ولا شيء له أي أهمية لكنك ما تحكم على الشخص إذا قلت له إنه الخطأ خطأ والصح صح هذا مجرد تذكير يمكن كلنا بحاجله زي ما رح أكون أنا بحاجل هذا التذكير طوال حياتي عشان لا أضل لكن لا ما نيبغى نسمع رأي أحد فينا طالما مو تسفيق حار ما نيبغى حتى نمنحهم الفرصة عشان يقولوا لنا عيوبنا فينا إحنا مو معطوبين أساسا إحنا كاملين هم ينوا أذيتنا وبس ينوا مهاجمتنا لأنهم أناس سامين toxic people ولازم نقي أنفسنا منهم أختلط الحابل بالنابل وبعد ما اختلط المرضى بالأصحاء أختلط السامين بالناصحين والنقد البناء بالنقد المدمر أتذكر أنه مو كل شخص همه أنه يدمرك وأنه لا زال فيه الكثيرين من الأشخاص اللي بيغيروا الخطأ بأضعف الإيمان فكون قوي وصلب أستمع للجميع خذ اللي يفيدك وأعرض عما لا يصح مع الأسف أتغير مفهوم الناس الدعمين للناس اللي ما ينكروا علينا منكر ولا ينقدوا علينا يعيوضا عن أشخاص يساعدون في التطور والتغيير الأفضل وتحسين أخطائنا صارت النصيحة الصادقة غير مسموح بها لو كنت تبغى تكون داعم أدعم كل شيء أسوي أيا كان ببساطة فقدنا بوصلتنا الأخلاقية للحكم على الأشياء صرنا مفرطي الحساسية تجاه إصدار الأحكام على الأشخاص وتلقيها لأنه مؤذي نفسيا نظن أنه عالمنا مثالي بدون أي تغيير وأنه شخصياتنا مثالية كما هي وأننا إحنا الأولياء الصالحين المعصومين عن ارتكاب الأخطاء فمن هو هذا اللي له الحق ينصحني ويحزن علي صار اللي يواجهنا بأخطائنا نيواجهه بسال من أخطاءه وعثراته بدلا عن تقبلها من باب إنه ما يتمنى لغير الخير حتى لو كان صديق مقرب أو أخ أو حتى أحد الوالدين لهذه الدرجة بتناموا في طيل حساسية بل والمشكلة الأعظم هي تساهلنا مع هذه الأخطاء وعدم تحمل مسؤولية أفعالنا وهذا الهروب الدائم من عدم محاسبة النفس يخلين أكثر ضعف وهشاشة أمام أي نقد يوجه علينا يوجه بعض اللوم هنا على الآباء على حسب رأي الكاتب لأنهم أسهموا بشكل ما في تخويف الأطفال والمراهقين من النقد لحمايتهم ودحسين مظهرهم أمام الناس وانتهى المطاف بيجيل غير ناضج خائف مرتعب من أراء الآخرين ونقدهم ممكن يكون هذا صحيح لكن يرجع لنا للوم اليوم بعد ما كبرنا وبيتنا قادرين على توجيه أنفسنا وتقويتها ذهنيا ونفسيا إذا لمت أبويك طوال الوقت ولمت الظروف طوال الوقت ولمت هذا وذاك فهذا ما يعني بأنك بريء بل يعني بس أنك هش نفسيا للدرجة أنه الكل لا زال يأثر فيك حتى اليوم كل اللي يجب أن تذكروا هو أنا لا أحتاج قبولك أنت لا تحتاج قبولي ونحن لا نحتاج قبولهم كل اللي نحتاجه هو أننا نؤمن بأنفسنا نسعى في طريقنا نزداد علم وإيمان وتوكل وندعو بينما نسعى وتمع من زي ما يقول الدكتور إسماعيل عرف في هذا الكتاب أجندتنا ليس أن يتم قبولنا وإنما أجندتنا أن ندعو إلى الله ما قيمة أن يتقبلك كل الناس ولا يتقبلك الله